في الفيديو الأول من سلسلة الفيديوهات التعليمية رح نحكي فيه عن تعريف كلمة فوريكس ونعدد أهم مزايا ومخاطر التداول في هذا السوق كلمة فوريكس هو اختصار لمصطلح foreign exchange ويعني أسواق تبادل النقد الأجنبي ويتضح من التسمية بأن سوق الفوريكس مختص بتداول عملات الأزواج الرئيسية للدول الاقتصادية كما أن معظم منصات الفوريكس تحتوي على أسواق أخرى مثل أسواق الطاقة متمثلة بتداول عقود النفط والغاز الطبيعي أسواق المعادن الثمينة متمثلة بتداول عقود الذهب والفضة البلاديوم النحاس وغيرها من المعادن أسواق المؤشرات وتشمل مؤشرات الأسهم للدول الاقتصادية الكبرى مثل أسواق الأسهم الأمريكية، الأوروبية والآسيوية سوق الفوريكس مجال استثماري كأي مجال استثماري آخر فيه العديد من المزايا ومحفوظ بالكثير من المخاطر نصيحتي لكل متداول مبتدئ يجب أن تكون على دراية تامة بأنواع المخاطر التي قد تواجه استثمارك لكي تستطيع أن تحقق أهدافك من هذا الاستثمار سوف نقوم بتقسيم أنواع المخاطرة في سوق الفوريكس إلى نوعين رئيسيين النوع الأول الرافع المالية وهي أداة تمكنك من مضاعفة حجم رأس مالك المودع بمعنى أنك تستطيع أن تحرك مبالغ هائلة في الأسواق مقابل مبلغ ضئيل قمت بإيداعه فإذا كانت الرافع المالية على حساب التداول خاص بك 1 مقابل 100 فأنت تستطيع أن تتحكم بـ 100 ألف دولار مقابل كل دولار قمت بإيداعه في رصيدك الأول وهذا يجعلها سلاح ذو حدين كما أنها تمنحك إمكانية تحقيق ربح عالي فسوء استخدامها قد يؤدي إلى خصائر هائلة النوع الآخر من المخاطر التي قد تواجه المتداولين في أسواق الفوريكس يتمثل بسرعة تحركات وتغيرات الأسعار والتي قد تنشأ بفعل عوامل اقتصادية سياسية وجيوسياسية أحيانا مثل الفيضانات، الزلازل والحروب والتي لها تأثير مباشر بأسعار صرف العملات هذه العوامل تكون غير متوقعة في معظم الأحيان مما قد يؤدي إلى خصائر كبيرة في رأس المال المودع زي ما حكينا عن المخاطر في سوق الفوريكس هذا السوق فيه العديد من المزايا اللي جعلته من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين على رأس هذه المزايا حجم التداول العالي سيولة تبلغ 5 تريليون دولار يوميا بالإضافة إلى إمكانية التداول في اتجاهين مختلفين في سوق الفوريكس يمكنك الاستفادة من تراجع الأسعار أو من ارتفاعها كذلك ما يميز هذه الأسواق هو إمكانية التداول في أي وقت وأي مكان على مدار الساعة 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع بتخلق فرص غير متناهية للبيع والشراء ما في داعي لأي مستثمر أنه ينتظر ارتفاع أو نزول الأسعار للتخلص من سهمه فهناك دائما بائع ومشتري في سوق الفوريكس كذلك من أهم المزايا اللي بتميزه عن باقي الأسواق والمجالات الاستثمارية عدم الحاجة لرأس مال عالي للبداية في سوق الفوريكس فسوق الفوريكس يتميز بالتداول عن طريق الرافع المالية وهي اللي بتساعدك على مضاعفة رأس المال للبدء برأس مال صغير وجني أرباح أعلى ختاما شكرا لمتابعتك لهذا الفيديو من سلسلة الفيديوهات التعليمية اختبر معلوماتك الآن عبر الإجابة على نموذج الأسئلة في الصفحة أدنى وإذا كان لديك أي استفسارات متعلقة بالفيديو الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني شكرا شكرا